مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تمرنوا هذا البرنامج بنقدمكم فيه إحنا سلسلة تمارين كل حلقة بيكون فيها تمارين مختص بجزئية معينة من جسمنا طبعا هاي التمارين انتو بتقدروا تسويها في البيت بظل الوضع اللي احنا موجودين فيه هلأ انتشار مرض الكورونا في البلد وفي العالم فعشان ما بنقدر نروح على جمات ولا نتجمع ولا نقدر نتمرن مع بعض اليوم رح يكون تماريننا مختص أكتر بالظهر عضلات الظهر طبعا بس بتكم فرشة مش أكتر رح يكون عندنا ثلاث تمارين رح نشتغل عليهم لمنطقة الظهر فاتمنى انكم تنبصوا وتستفيدوا معنا اليوم طبعا أول شي رح نبلش في الإحماء والحوض عشان يكون جسمنا جاهز للتمرين تمام نبلش من هون رح نحرك خاصرنا شوي والجوانب تقريبا عشر تكرارات تقريبا عشر تكرارات تقريبا عشر تكرارات بعدين من هون رح نعمل يمين شمال برضو عشرة عساس برضو نشغل العضلات الخلفية والجانبية للظهر تمام عشرة اوكي برضو رح نعمل توست لكل منطقة الحوض يمين شمال تمام من هون رح نسحبها لفوق قد ما نقدر اوكي رح نعمل حركة دائرية للحوض من اليمين لفتين بعدين عشمال لفتين رح نروح على اليمين لفتين بعد عشمال لفتين رح نكرر هذا بالإحماء مرتين على كل جهة مجموعتين طبعا اوكي من هون رح نروح لقدام رح نبالش بالتمرين رح يكون عنا ثلاث جولات للتمرين من كل حركة رح نعمل عشرة تكررها اول حركة رح نكون نعمين بشكل كامل على بطلنا طبعا من هون رح نعمل شكل كامل و رح نميد ايدينا لقدام و رح نرفع ايدينا و اجرينا بنفس الوقت من هون رح نرفع تمام رح تحسوا الشد عم بكون بالعضلات اللو باك من سميهم اللي تحت الموجودين تحت تمام طبعا الاشي الوحيدة رح يضل على الارض هو الجزء الوسطاني من الجسم لانه رح ارفع ايدي و رح ارفع اجريه بنفس الوقت فرح يصير في ضغط العضلات الظاهرة هذا اول تمرين ثاني تمرين وضعية البلانكس او البوش اوب من هون رح المس مرة اجري من تحت الشمال مرة اليمين برجع دغري شمال يمي لازم بكل مرة ارجع لهاي الوضعية تمام ثالث حركة رح اكون عركبي من هون رح اشتغل ايد عكس اجري يعني مرة رح بوش يمين و شمال وهون يمين و شمال يعني ايدي يمين مع اجري الشمال و ايد الشمال مع اجري اليمين طبعا قد ما بقدر تروح اجري دغري و ايدي دغري بالحالتين ايد والاجر دغري و ايد والاجر دغري لازم يكونوا فل اكسنشن قد ما بقدر يكونوا دغري على الاخر تمام هادوري الثلاث تمرين كل حركة رح نكررها عشرة عشرة تكرارات في ثلاث جولات رح نعيد التمرين ثلاث مرات نبلش بالتمرين الاول من هون رح نروح على الارض ثلاث واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة وعلى نانكس من هون واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة طبعاً إذا حسيتوا في أي شد تقدروا ترايحوا تلاتين لأربعين ثانية بين جولة وجولة إذا حسيتوا حالكم عضلاتكم تعبت كثير إذا ما حسيتوا بس على قليل عشرة ثواني بايدين بروح للجولة الثانية عساس العضلات تكون عم تشتغل طريقة صح ومش عم بكون في كثير ضغط مجهود عالي كثير عليها إذا عم بتسوي التمارين هاي لأول مرة اخرfree مرة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة اخر حركة هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ضروري يستعجل كتير سبعة ثمانية تسعة وعشرة انا عملت جولتين انتو بتقدر تسوي جولتين او ثلاث جولات انا قلتلكم بالاول تسوي ثلاث جولات انا ساعتكم هلا اننا نعمل جولتين من ثلاث طبعا تقدر تسوي ثلاث اربعة لحد اربعة بالكتير عشان ما يصير عندكم اوجاع بالعضلات الزيادة وتجدوا عضلاتكم زيادة عن اللزوم طبعا باخر التمرين لازم اعمل استراتشنج للعضلات اذا حسيت كتير في شد في حركتين استراتش لمنطقة تظاهر بعدك التمرين بقدر اسويهم راح اروح عبطني بدي اطلع شوي شوي لفوق ارفع راسي قد ما بقدر لفوق ويدي دغري بعدين بنزل اطلع كما مرة بنزل طبعا بتقدر تكرروا هادة التمرين مرتين لثلاث مرات حركة ثانية راح اروح لورا واسحب قد ما بقدر يدي لقدام وحوضي لورا عساس اعمل استراتش للظهر برضو بقدر تثبت من هون في هذا التمرين من 15 ثانية لعشرين ثانية ووزوط تتكرروا مرتين او ثلاث مرات حسب حاجتكم نحن اعمل كمان جولة مع بعض نزل تحت هالحركة لازم تكون بطيئة مش سريعة عشان نقدر نستفيد كتير منيح منها سبعة همانية تسعة وعشر ثمان دع الحركة الثانية نفس الاشي من هون اهم اشي في الحركة هاي اني اقدر ارجح حوضي بهاي الوضعية بكل مرة مش اخليه عالي عشان من هون انا بستفيد وبشغل عضلات ظهري اكتر اذا بدل حوضي فوق مش رح اشغل عضلات ظهري من مرة سبعة ثمانية 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 اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 9 و 10 طبعاً بتمنى أنا تكونوا مبسطتوا استفدتوا من هذا التمرين طبعاً هاي حركات ممكن أول مرة بتسووها أو أول مرة بتعرفوها عن الظهر في ناس بتفكر أنه لازم يكون معي أدوات عشان أنا قدر أعمل التمرين بالعكس أنا ما عندي غير فرشة أو سجادة بقدر بس أعمل التمرين عليها وأفيد عضلات ظهري زي ما بقدر أفيدهم كمان بالأدوات سؤال حلقتنا لليوم بقول شو هي اسم الزهرة الوطنية في اليابان الجواب اسم الزهرة الوطنية هي ساكورا وكيكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر